قصف مكثف لقوات النظام على أطراف دمشق وغوطتها الشرقية هروب جماعي لقادة داعش الأجانب عبر الحدود العراقية السورية الشرطة البريطانية تطارد مشتبه بهم بعد تفجير القطار أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم تعرضت مناطق في أطراف حي جوبر الدمشق ومحيط وأطراف بلدة عينترما بالغوطة الشرقية لقصف صاروخي مكثف من قوات النظام ليرتفع إلى عشرين على الأقل عدد الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض أرض والتي أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحي وأطراف البلدة ما تسبب بأضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أكد المجلس العسكري في ديرزور أنه لن يسمح لقوات النظام السوري بعبور نهر الفرات في إطار محاولات النظام استعادة السيطرة على شرق البلاد بوقت يضيق أو يضيق الطرفان الخناقة على تنظيم داعش في ديرزور وقال رئيس المجلس العسكري في ديرزور أحمد أبو خولة إن إدارة مدنية ستتشكل لإدارة المناطق التي سيتم السيطرة عليها من محافظة ديرزور بما يشمل حقول النفطية في المنطقة تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إحكام سيطرتها على شارع تل أبيض بالقرب من مركز مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش في الوقت الذي تستمر فيه وتحت غطاء التحالف الدولي بالتقدم باتجاه وسط المدينة ضمن عمليات غضب الفرات تطورات معركة الرقة في سياق التقرير التالي على متن هذه العربة ينتقل هؤلاء المقاتلون باتجاه آخر الأحياء التي يتحصن داخلها إرهابي داعش في مدينة الرقة 30% فقط من مساحة المدينة لم تزل تقبع تحت احتلال التنظيم الإرهابي وذلك بعد مئة يوم من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملية غضب الفرات بدعم من التحالف الدولي إذ استطاعت الأخيرة بسط سيطرتها على شارعة الأبيض ودوار الساعة الذي يظهر في هذه الصور لتتجه الأنظار نحو دوار النعيم بالقرب من المشفى الوطني والذي تدور اشتباكات عنفة في محيطه نحن في شارع المنصور و23 شباب صار هنا هذا شارع المنصور صار هنا في 20 يوم و25 يوم متحرر الشباب شلعت اللابيض الحسين سيطرنا على الدوار النعيم بأكملها يعني دوار تحت السيطرة وفي شارع قريبا نحن نتقدم على الدوار النعيم ونأخذه باتجاهنا على ملعب الأسود تمكنت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر السابقة من تحرير أحياء حطين والسباهية واليرموك والقادسية في الجهة الغربية للمدينة إضافة لأحياء المشلب والصناعة والمدينة القدمة شرقا فيما التقت جنوبا في حيي هشام بن عبد الملك ونزلت الشحادة لتحاصر داعش أخيرا في أحياء الجميل ومنطقة الملاهي والحديقة المرورية حيث يتخذ التنظيم قرابة العشرين ألف مدني دروعا بشرية كوسيلة لتأخير هزيمته المحتومة يحاول السوريون تطوير أنفسهم في فهم الإدارة الصحيحة لمستقبل بلادهم من حيث الحقوق والواجبات المنوطة بهم وذلك تمهيدا لبناء مناطقهم وإعادة إعمارها بعد انتهاء الحرب التي يعتقدون أنها أوشكت على النهاية المزيد في سياق التقرير التالي يبدو أن السوريين باتوا يستشعرون اقتراب الحل الذي ينهي مأساتهم المستمرة منذ سبعة أعوام ولذلك يسعون اليوم للتعرف على حقوقهم وواجباتهم التي تتطلبها إدارة دولتهم الجديدة فضمن حملة خلينة درها صح التي تشرف عليها منصة حكمة بدعم من مركز شرق المتوسط للدراسات والتدريب يسعى القائمون على الحملة إلى تعريف المجتمعات المحلية بأدوارها ومهام المجالس المحلية فيها وتمكين السكان من إدارة مناطقهم بكفاءة عالية نحن مع هيك ندوات لأنه من خلاله يتضح أهمية أن تعلم مهام المجالس المحلية بالذات ومهام حتى باقي المؤسسات يعني نركز على فهم هذه المجالس لمهامه ومسؤولياته وآلية عمله من خلال نشر ثقافة الحوكم صحيحة من خلال الشفافية والتشاركية وحسن أداء الخدمات الحملة التي انطلقت منذ قرابة الشهر ستستمر لشهرين آخرين تستهدف من خلال البروشورات واللوحات التوعية بالإضافة للندوات والمحاضرات التي تستقطب الأهالي تستهدف عشر مناطق في الريف الشمالي والشمالي الجرقي من حلب وأغلبها من التي تم طرد تنظيم داعش الإرهابي منها مؤخرا فكرة المجالس المحلية هي فكرة جديدة فكرة جديدة علينا سابقا ما كان في شيء اسم المجالس المحلية عرفونا عمل المجالس تنسيق المجالس المحلية مع السلطات السلطات التنفيذية والسلطات العسكرية طريقة تنسيق المجالس مع السلطات حوارات مكثفة تجري في هذه القاعات بين السكان أنفسهم من جهة وبين السكان ومنظمي الحملة من جهة أخرى لا شك أنها ستعطي ثمارها عند التطبيق في غد أفضل كما يريده السوريون فاصل قصير ونوصل نشرتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد ذكر مصدر محلي في محافظة كاركوك أن ثلاثة من أبرز خطباء تنظيم داعش في الحويجة أربوا إلى جهات مجهولة مع عوائلهم فيما نفذ تنظيم مدهمة وتفتيش للبحث عنهم وأشار المصدر إلى أن عمليات هروب قيادات داعش تكررت بشكل لافت في الأوينة الأخيرة نتيجة انهيار كبير في معنويات التنظيم قبل أن تحرر القوات العراقية تلعفر غرب الموصل والطرق الدولية المؤدية من خلالها إلى حدود العراق مع سوريا كان قادة داعش ومقاتلهم العرب والأجانب يتخذون من هذه الطرق منافذة رئيسة للتنقل بين الرقة والموصل وكانت أهمها طريق الكسك العياضية ومنهما إلى الحدود العراقية السورية مفهد أخبار الآن إلى العراق حسام الأحباب طلع على طريق هروب داعش وعاد بهذا التقرير حين يمر إنسان للمرة الأولى من هنا يعتقد أن هذا الطريق ليس سوى شارعا تتخذ منه السيارات والمرة مسلكا يؤدي إلى مدن أو يربطها بحدود دول مجاورة لكن احتلال داعش لمحافظة نينوى حمل أسرارا في هذا الجزء من شمال العراق فمن هنا كان يمول التنظيم عملياته الإرهابية في العراق وسوريا وفي هذا المكان المؤدي للحدود العراقية السورية كان يتنقل كبار قادة داعش العرب والأجانب والمحليون بين معاقلهم في الرقة والموصل وكانوا يتخذونه منفذا رئيسا للهروب قبيل انطلاق عمليات تحرير تلعفر طريق الكسك الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة تلعفر الذي يربط مدينة الموصل مرورا بمدينتها أقصده مدينة تلعفر ومنها إلى ناحية العياضية التي تم تحريرها مؤخرا من قبل قوات العراقية ومن هذه الناحية أيضا إلى الحدود العراقية السورية طبعا هذا الطريق كان يستخدمه داعش في محاولة منه لعرقل تقدم القوات العراقية المحررة لناحية تلعفر والمناطق المجاورة لها وضع الكثير من عجلاته ومن بينها سيارات مفخخة هذه السيارات التي قامت القوات العراقية بتدميرها في طريقها لتحرير مدينة تلعفر والمناطق المحيطة بها هذا الطريق أيضا كان يستخدمه داعش لمناقلة مسلحيه العرب والأجانب أيضا نقل ما يسميها الغنائم والبضاع إلى جانب ما يسميها أيضا السبايا التي كان يتناقل بها ما بين مدينة الموصل وتلعفر وأيضا مدينة معقله الآخر مدينة الرقة السورية خلال مرورنا من هنا رصدنا سيارات عسكرية كان داعش قد استحوذ عليها عند اقتحامه معسكرات الجيش العراقي أثناء فترة احتلاله الموصل حيث قام بتفخيقها ونشرها على هذا الطريق إلى ناحية العياضية محاولا عرقلة تقدم القوات العراقية حتى بات محررا بالكامل ومتاحا للاستخدام من دون مخاطر خلال تجولنا في هذا المكان تبادلنا الحديث مع أهالي منطقة بادوش الواقعة بين تلعفر والموصل كونها محاذية للطريق الواصل مع حدود سوريا حيث أدل هؤلاء الناس بشهاداتهم عن كيفية استغلال قادة داعش ومعظمهم عرب وأجانب لهذا الطريق وكيف كانوا ينقلون أسلحتهم ومعداتهم ويتناقلون بمسلحيهم بين الرقة والموصل حتى قبل أيام قليلة من وصول القوات العراقية أخي العزيز من الرقجة وعلينا من هذه المنطقة شنو أشكالهم؟ شنو جنسياتهم أكثر شيء؟ والله أشكال أنواع الأفغانيين، أفغانستين، أشكال من كل الدول أنا جيد طيب يعني شنو كانت ممارساتهم أكثر شيء بهذه المنطقة؟ والله ممارساتهم الضغط على العالم ما يخلون أحد يطلع، هم يفترون بكيف وفردنهم بحاصرونه سيارت العسكرية القديمة كلها فقخوها وقلقوا بهاي الطريق كله فقخوها بسيارة العسكرية بس الله يوفق الجيج جابه والهندسة وكلها فقخوها وخلصونا منها قبيل عزل قوات العراقية العفر عن الموصل كان داعش قد أنشأ طريقاً بديلاً في هذه المنطقة انطلاقاً مما تسمى دورة الكسك اذ تحدث إلينا مواطنون من قرى بادوش عن قيام التنظيم بفتح منفذ آخر لقادته ومسلحيه العرب والأجانب أوصل من خلاله جزءاً من صحراء الجزيرة بمنطقة القيروان أو ما تسمى بليج التابعة لناحية البعاج ومن هناك هرب عدد منهم عبر البادية إلى الحدود العراقية السورية ثم إلى معاقلهم في الرقة ودير الزور والله كانوا متواجدين بكثرة والطريق مقطوع واللي يقضبونه بالطريق يقضبونه يقضبونه يذبحونه طيب هذا الداعش شون كان يستخدم هذا الطريق عشان ينقل به شان ينقلون من سوريا إلى لينوة أتاد وعبوات وبانزين وغاز بس اللهم شنو المقاتلين اللي كانوا والله نصهم أجانب ونصهم عرب ومحليين أيضا محليين موجودين هذا طريقهم الرئيسي هذا طريقهم الرئيسي بعدين نقطع شكلوا طريقي إلى الجزيرة من الجزيرة من تلعفر إلى بليج يعني سواء طريق منك باتجاه سوريا باتجاه سوريا من يمر بهذا الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا يعرض نفسه للإعدام من قبل داعش حتى الساعات الأخيرة التي سبقت تحرير الجيش العراقي هذا المكان والسبب الرئيس في ذلك هو خشية قادة التنظيم من إيصال مواطني المناطق المحاذية لهذا الشارع معلومات استخبارية إلى القوات العراقية عن تحرك مقاتليه لا سيما الأجانب الذين استقدم داعش عددا منهم لإدارة عملياته في الموصل وتلعفر قتل أربعة أطفال وأصيب عشرة آخرون في قصف متفعي لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الأحياء السكنية في حي حوض الأشراف بمدينة تعز وفد مصدر طبي أن الجرحة معظم إصاباتهم خطيرة جراء سقوط قديفتين أطلقتها الميليشيات على منطقة حوض الأشراف أعربت السعودية عن إدانتها بكل شدة للعمل الإرهابي المشين الذي وقع في لندن الجمعة وذلك في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قال مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن الشرطة البريطانية تطارد أشخاصا تشتبه في أنهم مسؤولون عن التفجير الذي أسفر عن إصابة 29 شخصا في قطار أنفاق مزدحم في غرب لندن يذكر أن ضباط الشرطة يدقيقون في لقطات من كاميرات المراقبة الأمنية ويفحصون بقايا العبوة الناسفة أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي الجمعة رفع مستوى الإنذار الإرهابي في البلاد إلى درجة القصوى بعد الاعتداء الذي سهدف مترو الأنفاق غربي لندن وأوقع 29 جريحا على الأقل وتبنى داعش مسؤوليته ونقلت فرانس بريس عن مي قولها أن مستوى الإنذار ارتفع من خطيرا إلى حرج الأمر الذي يعني أن اعتداءا بات وشيكا وجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تحضيرا قويا جديدا لكوريا الشمالية مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات عسكرية قوية لرد على بيونج يانج إذا ما وصلت تجاربها النووية والصاروخية البلسية وقال ترامب أنه أو أنه يثق الآن أكثر من أي وقت مضى أن الخيارات المختلفة لواشنطن ليست فعالة فحسب وإنما أيضا قوية أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الخميس في نيويورك زعيمي كوريا الجنوبية واليابان لبحث التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية مشيرا إلى عدم استبعاد الخيار العسكري مع إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية وقال مستشار الأمن القومي هيربرت ريماند مكماستر بعد إطلاق صاروخ كوريا شمالية جديد إن الوقت ينفذ وأن هناك خيار عسكري ولكنه ليس الخيار الذي تفضله واشنطن بدوره أكد الزعيم الكوري الشمالي كينج جونج أون السبت أن بلاده اقتربت من استكمال قواته النووية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها مشددا على أن هدف بيونج يان تحقيق توازن في القوات العسكرية مع الولايات المتحدة يأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار كينج جونج أون أمرا بإجراء اختبار لإطلاق صاروخ من طراز هواسونج 12 أدان مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا معتبرا ما أقدمت عليه بيونج يان خطوة استفزازية للغاية يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض بعد عدم استبعاد الخيار العسكري مع إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية وطلب المجلس في بيانه النظام الكوري الشمالي بالتوقف فورا عن هذه التجارب النووية مؤكدا أن هذه الأفعال لا تهدد المنطقة فحسب بل جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة قتل ثلاثة من جماعة طالبان وأصيب اثنين آخرين في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في منطقة القبائل شمال شرق باكستان حسب ما أفاد مسؤولون وقال مسؤولون باكستانيون أن الغارة استهدفت قرية غزغاري في ولاية كورام في شمال شرق البلاد على الحدود مع أفغانستان حيث تجمع خمسة على الأقل من مقاتلي جماعة طالبان الأفغانية قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن هزيه أصبح مجددا إعصارا من الفئة الأولى بعد أن اكتسب قوة في المحيط الأطلسي الجمعة وقد يهدد نيويورك ونيو إنجلند وأضاف المركز أن هزيه محمل الآن برياح تبلغ سرعتها 120 كيلو مترا في الساعة فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل عدد الجياع في العالم يعاود الازيادة بعد التراجع عندما سنوات أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنوانت في الصين الصراصير أغلى من الذهب قال موقع أوديتي سنترل إن صراصير الحقول أصبحت أكثر قيمة من الذهب في إحدى المدن الصينية التبلغ قيمة الصرصير الواحد نحو 2300 دولار وكان لقتال صراصير الحقول شعبية كبيرة في الصين منذ آلاف السنين ومع الازدهار الكامل لاقتصاد البلد أصبح محبو تلك الرياضة يستثمرون المزيد من المال فيها أكثر من أي وقت مضى إلى صحيفة الخليج التي عنوانت أقنعة نوم لحماية مستخدمي آيفون X من بصمة الوجه عرضت بعض مواقع التسوق الإلكتروني أقنعة نوم لحماية مستخدمي هواتف آيفون X الجديدة التي تعمل ببصمة الوجه من التلصص واختراق هواتفهم وتمنع تلك الأقنعة المتلصصين من فكي قفل الهاتف أثناء نوم صاحبه خصوصا من اعتدن مراقبة هواتف أزواجهن وتبلغ قيمة القناع 6 دولارات فقط إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت حاول غسل يديه في بركة ماء فكانت الفاجعة قتل صحفي مبتدئ يعمل في صحيفة فينانشل تايمز بعدما تعرض لهجوم من تمساح حين كان يحاول غسل يديه في بركة ماء جنوب الشرق سريلانكا حيث كان يقضي إجازة مع بعض أصدقائه فقالت مصادر محلية إن الهجوم يعد الأول من نوعه في سريلانكا لسيما في منطقة هادئة مثل تلك التي وقع بها الحادث صحيفة اليوم السابع المصري عنوانت علماء يقررون إرسال إشارات للتواصل مع الكائنات الفضائية أعلنت منظمة ميتي المهتمة باكتشاف الظواهر الطبيعية عن عزمها إرسال رسائل تستهدف نجوما قريبة لديها كواكب في المناطق الصالحة للسكن خلال العام المقبل على أمل التواصل مع أي كائنا فضائي فقال الخبراء إنهم سيقومون بإرسال الإشارات للفضاء بدلا من انتظار اتصال الكائنات الفضائية بالأرض ومع صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت ناسا الإنسان سيغزو المريخ خلال عشرين عاما أكد توماس زوروب بوكين المسؤول المساعد في إدارة المهمات العلمية لوكالة ناسا الفضائية إن جميع التقديرات تشير إلى إمكانية إرسال رحلات فضائية مأهولة إلى المريخ خلال الأعوام العشرين المقبلة وأضاف زوروب بوكين أنه من المرجح أن يحدث هذا الأمر عام 2030 أو بعده بقليل مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على ميزانية وكالة ناسا وشركائها بعد أن استقر عدد سكان العالم الذين يعانون الجوع في السنوات الأخيرة شهدت السنة الماضية وحدها إزيادا سجل ثمانية وثلاثين مليون شخص أي أن أحد عشر في المئة من سكان العالم عانى من الجوع وفق تقريرا جديد نشرته الأمم المتحدة تفاصيل أوفا في سياق تقرير الزميل عمر السامراء عدد الجياع في العالم يعاود الإزيادة من جديد بعد تراجع دام لمدة عشر سنوات تقرير جديد عن الأمن الغذائي نشرته ثلاث وكالات أممية معنية بمسألة التغذية كشف أن عدد الجوع ازداد ليشمل نحو ثمانمائة مليون وخمسة عشر ألف شخص أي ما يعادل أحد عشر في المئة من سكان الأرض وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة فاو وصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفادة وبرنامج الأغذية العالمي فإن اتساع رقعة النزاعات والصدمات المناخية كانت سببا في ازدياد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بثمانية وثلاثين مليونا في السنة الماضية في هذا الصدد تقول الأمم المتحدة إن ثلث الأغذية المنتجة في العالم للاستهلاك البشري يهدر أو يرمى والذي يقدر بنحو مليار وثلاثمائة مليون طن سنوية وتضيف المنظمة الدولية أن حوالي ثلث الغذاء الذي ينتج لا يستهلك على الإطلاق إذ ينتهي به المطاف فاسدا بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من الجوع والفقر والخصاصة ولا يجدون ما يسدون به رمقهم تؤكد دراسات عديدة أن العالم يهدر طعامه وهو ما يثير تساؤلات كثيرة في مفارقة عصية عن الفهم يعد متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط يجسد روح الانفتاح والحوار بين الثقافات إذ يعرض مجموعة مختارة من الأعمال الثقافية والفنية من مختلف الحقب التاريخية والحضارات البشرية الزميلة ديم النجم والتفاصيل يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه رسميا أمام الزوار في الحادي عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني ليعرض أكثر من ستمائة وعشرين عملا فنيا تتضمن سلسلة من الأعمال الفردية وتشكيلات متنوعة بالإضافة إلى ثلاثمائة عملا فنيا معارم من ثلاث عشرة مؤسسة ثقافية فرنسية وأخرى عالمية تحت سقف ثلاثة وعشرين قاعة عرض دائمة تعكس روح المدينة العربية بالإضافة إلى قاعات العرض يضم المتحف معارض فنية ومتحفا للأطفال ومتجرا ومقهى للزوار يعلو قاعات العرض سبعة عشر سقفا زجاجيا مصنوعة من ثمانية عشر نوعا مختلفا من الألواح الزجاجية فيما يبلغ إجمالي القطع الزجاجية المفردة أكثر من خمس وعشرين ألف قطعة تبلغ المساحات الداخلية للوفر أبو ظبي حوالي ثمانية آلاف وستمائة متر مربع وتصل مساحة قاعة العرض إلى ستة آلاف واربعمائة متر مربع تمتد طوابق السفلية من المتحف إلى عمق عشرة أمتار أسفل مستوى البحر وقد كان في مقدمة أولويات تصميم المتحف توفير نظام فعال لعزل المياه تشمل الأعمال الفنية مختلفة الحقب التاريخية التي مرت بها البشرية بدءا من القطع الأثرية القديمة وصولا إلى الأعمال المعاصرة المصممة خصصا للمتحف والتي تسلط الضوء على محاور وأفكار عالمية تعكس أوجه التشابه بين مختلف الثقافات والحضارات حول العالم جاء متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق بين حكومتي أبوظبي وباريس في عام 2007 وتبلغ المساحة الإجمالية التي يشغلها حوالي 97 ألف متر مربع صمم المتحف من قبل المعماري الشهير جون نوفيل الحائز على جائزة عالمية مستلهما ملامحه من تقاليد ثقافة المعمارية العربية تتركز فكرة تصميم المتحف على قبة فضية ضخمة يبدو من شكلها أنها تطفو فوق مدينة المتحف بأكملها وتبدو كأنها خفيفة الوزن لكنها في الحقيقة تزين حوالي 7500 طن وهو نفس وزن برج إيفل في باريس أعلنت الجمعية الأمريكية للجلطات الدماغية أن أسلوب الحياة الذي يحافظ على سلامة القلب مثل ممارسة الرياضة والغذاء المتوازن وتجنب التدخين يمكن أيضا أن يحمي العقل من تراجع النشاط الدهني والخرف وجاء في تقرير أن القلب ودماغ يحتاجان إلى تدفق الدم بشكل كاف إليهما لكن الأوعية الدموية يمكن أن تضيق وتتصلب بمرور الزمن مما يزيد مع الوقت من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات فضلا عن تراجع النشاط الدهني قال باحثون أن شركة فورد موتر ومعهد فيرجينيا تيك ترانسبرتيشن يختبران طريقة تمكن سيارات ذاتية القيادة من التواصل بشكل مرئي مع المشاة وركبي الدراجات وسائقين وقال جون شوتكو الفني المختص بالعامل البشري لدى فورد إن الشركة عزمة على إيجاد ما يحل محل هزة الرأس والإشارة باليد لتواصل مع المشاة بشأن نوايا السيارة ذاتية القيادة قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوي قصف مكثف لقوات نظام على أطراف دمشق وغطتها الشرقية هروب جماعي لقادة داعش الأجانب عبر الحدود العراقية السورية الشرطة البريطانية تضارد مشتبها بهم بعد تفجير القطار وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار إلى اللقاء